اشتركوا في القناة 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 من خلال النبط بيام معي أنه ما في شي خطير بس ما بقدر أتأكد على الآخر من هالقصة إلا بعد ما تعملي شوية تفحوصات وطحالي رح أوصف لك شوية أدوية مقوية ومن هون لبكرة بتكوني تحسنتي مني شو يا جماعة كلها تكون سمعتوا الدكتور شو حكا معنات الشي اللي قلته أنا وطلعه مظبوط كانت وزعي الحلويات ومبسطي مبروك رح تصيري ست مبروك حبيبتي مبروك مرت عمي عمي بترجاك ونصدقوني أنا ما عملت أي شي غلط صدقوني خالتي أنا بترجاك تصدقيني لا تقلق أميك أعمل التحاليل بنتي وخلينا نتأكد إذا ما في مشكلة ما في داعي تقلقي أعمل التحاليل فينا نأجل موعد العرس أنتي ما تقلقي رح نحدد موعد تاني بس بعد ما يطلع التقرير أنا خد أخي أنا متأكد أني متأكديني أنا متأكديني شبك شبك ليش؟ هيك؟ ما عم تحكي شي لك إذا بدك رأيي لو أنا ما حلّك بتطلعهم كلهم برعت هالبيت اهدي شوين هال خلينا نفكر بهدوء ورواب في شي صار خلى مهك تمرض ويتغير لونه وتستفرغ أكيد في شي غريب أنتي ما لحظت شي وقت أجيته شو اللي صار حاولي تتذكري مهك كانت معي من الصبح بالحقيقة هي ما أكلت ما لحقت تاكل شي بسبب الوظيفة وإنتوا يجيتوا بعدين وبعدين الجلسة وبعدها لحنة بظن ما صار شي غريب معها لا أبداً أنا متأكد أنه هي أكل شي شغلي وبسببها مرضيت وصار لونه هيك لهيك حاولي تتذكري منيح ما هيك شو أفعل أنا متذكرة خالتك شوية لانا طعمتها شوية حلو بهذاك الصحن وأنا كنت موجوبة وين الصحن؟ رح أجيبه دقيقة شو فيه شغلات كتير غريبة عم تصير بهذا اليوم أنا متأكدة كتير منيح من كل شي قلت لك ياو ليكو هذا الصحن اللي أكلت منه آه فيكي ابن عمي حاسس بالحنية تجاهك اليوم وكتير حابة لهيك جاي على بالي طعميك من هذا الصحن رح تاكله وتنبسط بطعمته خد كل يلا شوريا شو عم تساوي حب الأقرباء عمي حب الأهل كل ما بديك خدون موجه عبالي أكل فيكي أنا عم طعميك بحب بس لقمي يلا شو اللي عم تعمله شوريا كل كمان يلا شو هل قلة الأدب شوريا ليش هيك صاير عم تتصرف بعد ما أجيت لهون وقف هل شي فورا يلا خد كل هاي يلا يلا خلاص يعني خلاص ليش عم تهيني بنعمك قدامك للعالم تقول كمان مو معقول ما عاد فيي يتحمل ما عاد رح أضل ولا ثانية انتو كمان تعووا معي شو سكتي ما حدا منكم رح يتحرك معنا دقيقتين بس وبعدين كل شي رح يكون واضح لهيك استنوا وشوفوا يلا يلا كل كمان كيلو شو سكتي هنجدمه معقول هذا اليوم شكله كتير مسمير بالأول مهك طلعت حامل وهلأ شروتي عيب عليك معقول تخلي فيك يطلع حامل خليتي ابن عم يصير حامل شي ظريف سفقوله عن جد حلو وانت دكتور تفضل تعالف حاص نبط فيكي وخبرنا اذا كان فعلا حامل واذا بتظن هيك خلينا ناخده نعمل له تحليل كمان شو فيكي عن اذنكم امي معك وهلأ شو رأيكون شبكون ليش سكتوا خبروني امي قولوا شو اللي صار ما عندكن جواب وقت هيل بنت المسكينة استفرغت قدامكن هلأ الكل اتهمه بدون ما يفكر ابدا بس وقت استفرغ هذا الشاب ما حكيته ما ضل عنكن شي لحتى تحكوه ليش هيك ساكتين يلا جاوبوا اكيد ما في جواب لانه تفكيركن الغلط رح يموتني مهي كبرت بالحكي تابعكن وانتو بتعرفوها من وقت طويل بس شو اللي عملتو اليوم كلكن حكيتو وكلكن اتهمتوها بسمعتها كمان ليش ما حدا فيكن سألني انا ولا بتخافوا مني لانه ما فيكن تواجهوني مثلا اذا كان عندكن الشجاعة وبتكن تعرفوا بتجوا بتسألوني الي انا ومهيك منحب بعضنا كتير ونحنا ناضجين وكبار لحتى ناخد القرارات اللي بتتعلق فينا عمري 28 سنة ومهيك عمري 21 ومالنا محتاجين موافقتكن وقت منكم بدنا ناخد اي قرار بيتعلق بزواجنا هذا الشي بخصنا نحنا وبس شو هالمنطقة تابعكن هاد عن جد انا ما عمسدق انه لهلأ في ناس بيقدروا يفكروا بهالطريقة السطحية وبيقدروا يوجهوا اتهامات للعالم على كيفهم ما رح تتغير بيرايكن هذا الشي طبيعي جاوبوني انكن نتهينوا العالم بيرايكن هالشي مسموح الشي اللي صار اليوم نبهني على كتير شغلات خالتي بعد اللي صار انا ما عد عندي ثقة فيكي بنو ومتأكد كمان انك رح ترجع يتعملي شي خدعة تاني على حد علمي انت كتير بتحبيني خالتي شكراً إلك بس بعتقد انه ما فيك تشوفيني مبسوط ما كان صعب علي اني اكتشاف انه انتي الوحيدة اللي ممكن تنزل لهيك مستوى رخيص متل هد انا بظن انك فقدت عقلك سيد شوريا لا لسه لهلأ ما فقدته ولهيك تشكريني في كتير مناسبات قبل العرس ومن هلأ رح اتحداكي انتي وزوجك الموجود هلأ بالحبس لا تحاولوا انه تعملوا شي ضرني اتمنى تكوني عم تفهم كوني اكيدة اني رح اتزوج مهك واكيد رح خليها سعيدة اعملي شي ضدي وشوفي شو رح اعمل هاي مو اي حفلة عادية هاي حفلة الحنة تبع ابني شوريا ما لازم يكون فيها غلط احكي معي فورا اذا صار معك شي منشان بعدين ما تجي تترجاني وتطلب انقذك من شوريا ماشي امني خالتي كارونا قلك من الصبح لهلأ عم تركدي بهالبيت وعم تراقبي الشغل حاجة بتكوني تعبتي لهيك بدي منك تعدي اهنيك وترتاحي وخبريني شو لازم ساوي وانا بكمل عنك كل شي لا لا انا منيحة على كل لين شكراني كتير اليك بترجاكي عدي افارا افارا جبتلي طلبي خلصتو بس لقيت صعوبة كبيرة حتى زبط معي بس شو هاد يا مدام مو باين عليه شي بيتتاكل يا ابني هذا ما بيتتاكل هذا بينحط على الوش رح حطو على وش شوريا اليوم شوريا وين رايح اه العب رياضة انتي اصلا رشيق وجسمك حلو ركزلي على وشك بهي المناسبة خوت حط هذا على وشك يلا ابني اسمع الكلمة يلا ماما ماما انا رح استفرغ من هذا الشي اصدي مجرد شوفته كيف اذا حطيتيه على وشي ماما مستحيل انا الشاب صاحب المؤهلات ماني محتاج حط هيك شي لحتى اصير حلو مو وعتني هيك تعمل وقت وافقت نعمل حفل على طراز حفل بولهود معناها لازم اتطبق كل شي رح اطلبه منك وما تعنتني ايامنا مو متل ايام زمان انتي ليش بتاخدي الامور بها الجدية امي خلاص لا عد تحاولي معي كتير لانه مرح حط مني حطه على وشك وخليه انشف نص صعب بشرتك رح تلمع يلا ابني لو سمحت راجيف لو سمحت بس ربع صعب راجيف لك رد بقى يا رجول ليش عم تطلع بجهة الباب شو ما عم تسمع عم احكي معك اه انا اسف لحظة انتي ليش ما بتحطه هو اميح كتير يلا لا تخاف خوت حطه بس نص صعب لا 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 ارجوكي لا تجبرين ارجوكي لا تجبرين لا لا ابدا ما بقبل رح يخلي بشرتك غير شكل تركو لك شو قصتك ما فيك تنتبه اكتر من هيك روح خده لجوه بعتقد هذا مو اليك انا بظن انك اخدت اشياء ما بتخصك واعتبرتها اليك اعطيني اياها انتي ما بتكوني متملكي وقت بتشتري مجوهراتك بدون براي بتوصي عليهم من النت شو المميز بهذا السندوق؟ ليش مبينة كتير متوترة وخايفة خالتي؟ بعتقد انه عمي سانجي بعض شي غرض من السجن بهذا اليوم من شان يخرب زواجي وكمان هدية ملفوفة خليني شوف شو هالهديه هم حذرك ما في داعي تتجاوز حدودك شوريا وإلا وإلا شو؟ شو بديت تساوي كمان غير اللي عملتي له هلأ مين عمل قصة الأكل؟ أكيد انتي السبب بترجاكم ما في داعي تعملوا خناقاكل ما تجتمعوا مع بعضكم على الأقل سيطروا على حالكم بس بهيك يوم أنا رح اتزوج هالأسبوع بتمنى من كل قلبي انه انتي واللي حواليكي تتصرفوا صح وبدون مشاكل هيك بيكون أحسن بالنسبة للكل أنا وانت بنعرف انه ما بتحبنا أبدا بلا ما نحضر عرصاك لأنك مانك بحاجتنا وبالمناسبة نحنا مو كتير مهتمنا بظن انك ما فهمتي شو معنات حكي انتي ما عندك خيار تاني لازم تحضري العرص وهذا الشي مو على كيفك مهيك بتكون خطيبتي والكل لازم يتقبلها وبيقبتي سامة كمان وإذا فكرتي انك تعملي شي مشكلة مرة تاني فوقتها رح علمك درس ما رح تنسيب كل حياتك لسه ما خلصت كلامي اليوم حفلة الحنة وأنا ناوي تكون حفلة كتير حلوة ومميزة وشغلة تانية نمط الحفلة مختلف متل حفلات بوليوود وكل واحد منكم لازم يلبس متل شخصيات بوليوود فيك تروحي ولا بأحلامك أنا أصلاً مو كتير مهتمة بالعرص لحتى ألبس متل المهرج مشان ترضي خطيبتك مو بس بدك تلبسي ولازم ترقصي كما بظن شكلك نسيتي خالتي الشي اللي قلته من كاميون في بس واحد بالعيلة بيعطي الأوامر و هو أنا اللباس تبعك بصار بغرفتك فوق و كمان بدي منك ترحبي ببيت حمايي ترحيب يليق بمقامه مفهوم كلامي؟ انا بكرهه كتير عم يتحكم بكل حدا بها العيلة حبيبتي اليوم اللي عم تنتظرين من زمان إجا و عم يتحقق يلا جاهزي حالك سمعتيني؟ انت لا تشغل بالك المكيهج وحتى موضوع الأزياء كمان ابن أخوك جاهزهم حلو كتير وليلو صارت الشنطة عندك اي وصلت بس إلي ليش طلبت مني انه ما افتحها أبدا هاي مفاجأة لسهرة بكرة وليله لهذاك الرجال اني جاي خلي حفلته تبلش هلا ولما اوصل على البيت رح شعاله ايه؟ ايه؟ سلام اختي؟ ليكي؟ عمتاكلي وما عمت انتبهي على حالك وشك صار منفوخ ايه انتبهي ما بدي اي حدا يلاحظ عليكي انك اسمينة نيهال انت هون لحتة تساعديني ولا لحتة تعصميني مو معقول بصراحة رح حاول خبي وشك بالماكياج الإضاءة مو مناسبة لا يلا اختي على البرندا يلا انا يلا اومي لحظة هو رح يتفاجأ لأنه الرشيق شوريا كنن خطيبته اسمينة لا تتحركي مهيك سبتي شوي لو سمحتي شو خلصتي؟ ما عندكن غيري يعني؟ مهيك انتي بشو شعر ده بترجعكي قاعدين نيح بترجعكي مهيك بس اللمسة الاخيرة بترجعكي مهيك خلصت فيك تقومي يلا مهيك خلصت فيك تقومي يلا شو جناتي؟ الطريق من هون؟ لـوين رايحة؟ دقيقة بس مين حط هذا السندوق؟ شو يا بنات؟ يلا امشوا تأخرنا على حفلة الحنة الكل صار جاهز لا تضحك علي هيك عملت الشكل الأكتر شعبي عملت عمي أنت مبينة مميزة كتير اسمعي أنت رح تسحر كل الشباب بشكلك المميز عمزة أمشوا يلا أمشوا أنت كنت تربط لي ساري من لما كنت صغير إلي شو هي مشكلتك بصراحة المشكلة بتيابي أنا يعني ما لي مرتاح فيهون أم غايت لحظة إلي لشوف هذا عرس أو حفلة أنا كوريا نحن ما فينا نتخلى عن كل عاداتنا بس 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 البسنا مثل المهرش ورايحين على الحفلة ليك جدي لازم تكون مميز مثلي أنا تطلع فيني قديش طالع حلو تشرفنا حفلة اليوم ما لم تلأي حفلة تانية لازم تكون متحمس ورايق كمان هالشي ضروري مميزة ورايق كمان مميزة ورايق كمان ورايق كمان من المشكلة جاهزة لحفلة الرأس المميّز شباب أكيد رح نربح نحن عائلت العروس ورح نهزم عائلة العريس بهالحفلة بدون أي جهد بسرعة، بسرعة، بسرعة خلونا نروح، يلا نحن نروح يلا يلا يلا، يلا، يلا يلا، عمشي، يلا يلا أنا بتمنى تنبسطوا شكراً كثيراً إليك نحن شو منقدر نعمل؟ شوريا هيك بدلوا تحياتي، شرفتوا إيه؟ تحياتي أهلاً فيكم لأن شوريا بدوا حفلة الحنة تكون مميّزة لها، عملناها بهالشكل تتفضلوا لجوة، يلا، تفضلوا، يلا يلا ماما، شو اللي صار؟ بشو شاردة؟ يا ابني، ما هيك وعيلتها ما وصلوا لسا وأنا مشغول بالي عليهم مادام، هلأ العروس رحتوصا تمام كيف كون يحلوين؟ كيف كون يحلوين؟ كيف كون يحلوين؟ ما هيك؟ أنت مصدومة حلوة كثير طالعة ما هيك مرحبا 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 كيف شرفتم؟ مرحبا ديف أنا أنت وصل لحفلة الحنة كيف حالكم؟ تحياتي أنت طالعة كثير حلوة اليوم شكرا إلك أنتو كمان مميزين كثير أهلا وسهلا أهلا وسهلا تحياتي شكرا تفضلوا تفضلوا شكرا شرف شرف تسلام مرحبا أهلا وسهلا يلا تفضلوا كما؟ مبسوطة؟ مبسوطة؟ شو رأيك؟ تعرف شوريا ما كنت متوقع أبداً أنه حفلة لحنة راح تكون غريبة وحلوة هالقد عنجد ما كنت متخيل أنه نحكي مع بعض وأنه راح تزوجيك إجباري عنك وحتى لو رفعت وأنا كمان مثلك شو عم تعمل؟ بكفي أهلا بيشوفونا أنا ما بيهمني لأنك راح تصيري إلي وانتي معي أنا ما بخاف من أي شي المهم نحنا سوى يا مي شبك مهلك ولا شي ما بعرف ليش خايفة أنا بتمنى يكون كل شي منيح اليوم بظن أنه في الناس ما بيتمنوا أنه نكون مبسوطين وكل الأحداث اللي صارت معي خطيرة ومؤليلة لو ما أنت كنت معي ليش الآن هيك؟ شو مفكرتيني؟ راح أسمح لأي حدا يأذيكي مثلا؟ أنا ما راح خلي أي شي غلط يصير لازم توسقي فيني ما هيك لأنه أنا راح ضل معك أنا بوعدك بالمناسبة طبيعي كتير تقلقي ما فهمت لأنكم راح تخسر أكيد من طرف العريس أنا متأكد نحنا راح نخليكم تركدوا بدون ما توقفوا عيلة شارما راح تخسر قدام عيلتنا عفوا لا تكون واثق لأنه عيلة كنة بعد كم دقيقة ما راح يقدروا يوقفوا قدام عيلة شارما هلأ منشوف أصدقائي حفلة الغالي شوريا وخطيبته الحلوة والغالي عقلبنا مهج عينتها راح يطلش بالأداء الأول ايه 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 البيت الأول لو هي رأيح ها تراج ايه اشتركوا في القناة بعد ما قدمت عيلة العروس أداء حلو كتير عيلة شوريا رح تقدم رأسها حلوة يلا اشتركوا في القناة شوهان حلو حلو بصراحة أنا ما كنت معرف أنه بعيلتي في حدا موهوب هلأ صار لازم نبلش بالآداء الأخير للحفلة رح يكون منطرف عيلة مهيك انتبهوا منيحنا أنه لسه ما شفتوا أي شي من قوتنا باليوم نحن رح نفاجأكم أنا ركلي ورانجيلا اشتركوا في القناة عيلة العروس عم يتقدموا وبشكل واضح بس مين رح يبادر من عيلة شوريا حتى يعادل النتيجة؟ أنت أغتي؟ لا 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 حبيبتي بريانكا أنت؟ لا أكيد مو أنا طيب أخي هريش حابب تجرب؟ أنت جنيت شي منيح وافقت أحضر هيك حفلة خير هاد بيعني أنه الجانب الربحان بحفلة ممط بوليود هنن عيلة العروس لأنهم قدموننا عرضين حلوين كتير بس عيلة العريس ما قدروا يقدموا غير عرض واحد بسيط ما في غيره إذا ما أحدا منهم إجا هلا لحتى يرقص معناها يلي ربحوا المنافسة هنن أهل العروس ستة خمسة أربعة ثلاثة أين انتظر شوي يمكن هن متعودين على الخسارة والمنافسة لسه ما خلصت مع عيلة العروس لأني رح أبلش اشتركوا في القناة لك انت وينك رح تجي بعد ما نخلص يعني إيه دي حبيبتي انت ليش معصبك للأد جاي اشتركوا في القناة 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 لا، مو أنت شو يالي عم يصير؟ يمكن يكون مجرم بس ماني علي الأدب شوريا أنا مبسوط كتير وكمان فخور فيك عن جد أنا مبسوط خليني شو ضحكتك شو بصة؟ زعشتي بشي؟ شكلو معصيب هذا العريز زعل وترك الحفلة مش كلمة فهمتي شو الوضع؟ فهمتي هلأ ليش ما كنت بدي طالعه؟ شو الغلاط اللي عملو؟ هو حكى بكل زوء طيبة معناها أنت ما بتعرفي أخوك منيح وما فهمتي شو هي نيتو الحقيقي ولك أنا بكون خالك ما نمرت أبوك شوريا هو دائماً بيفهمني غلاط اليوم لحتى رجعت عالبيت من السجن فكرت إننا نحنا رح نرقصه نسهره نتسلم عبعض نسيت إنه ما بيحب هاي الشغلات هو يشاب منيح مو متعود عشغلات الكبار لازم تتغير بقى أنت رح تتزوج هلأ هذا الشي بساعدك بكرة بتشوف خود العصير وكل جاج وروح ساوي شو ما بدك بس قوعك تعمل شي دايقني لأنه وقته فوراً بسحب الكفالة تبعك وبرجعك على مكانك بالسجن ليك اسمع مش هاما تضل معصب كتير أنت لازم تشرب مي بتساعدك تتخلص من شكوكك هاي يلا فودي صهري يلا تعا معي امشي يلا امشي صهري بيت عمي وأهلي كلهم رح يخلوا حفلتنا تصير كتير مملة ومعنا يخلونا نعرفنا مبسط أبداً أنا قصدي إنهم هني عم يحطوا أغاني كتير قديمة وبشك إني كنت خلقاني وقت طلعت هالأغاني هي كتير قديمة ما أحق شوريا روحوا خلي الحفلة بتسلي واهتم بضيوفك يلا بنختي يلا لا تخجلني رجاءا يلا نروح صهري يلا امشي لك روح يلا سانجي منيح إنك رجعت عالبيت بمثل هيك مناسبة حلوة بس رجاءاً ما بدنا مشاكل لك شو عم تقولي يا أختي؟ وليش لحتى أعمل مشاكل شو هالحكي هاد؟ صح أنا عصبي كتير بس مو سيء يلا كمان كمان شي حلو كبيرا هاي هسلام هاي يلا حلو كتير يلا هاي هاي تعرف حسيت إنه خال شوريا شخص كتير غريب؟ بس صيد لا لا أخي أنت فعلا معك هو شخص غريب بس اتذكر إنه كان بسجن يلا هاي شو المشكلة يا مانسي؟ مو نحنا كمان فتنا على السجن ما كنا عاملين أي جريمة صح هلا الواحد ما لازم يحكم بكير على الأشخاص أبداً ما بتعرف الأغنية قد ما رافقتهم اللي مخبة عنهم ما بتشوفه بعينك أبداً بابا يعني انت بتضلك متشاهم شو ما صار؟ شوف قديش سانجاي وشويت لانا مختلفين عن بعض هو مريح وبيسلي ومرته موملة ومتنطق أبداً شوف شوف سانجاي إلني شو فيها الكرتوني أنا بكون أنا بكون شو يلا شو يلا موسيقى ترجمة نانسي قنقر شوريا نساهم عم بتفكر بشغلات انت ما لازم تفكر فيها امي انا ما بوسق فيهم ابدا هنن مو بالحفلة اكيد عم يحضرونهم لشي شغلي لوين رايح وروح ونبص شوي ورقص مع الشباب انا رح شوفهم انا ما بعرف انت كيف بهاللعبة السخيفة هاي رح توقف العرس انت صبر وخليك ساكت بس ساوي المطلوب منك سانجي انت بتحب تشوف حالك بيكون الاحسن تركز ع الخطة وشو رح تعمل كيف رح توقف شوريا شو هي خطتك لازم تخبرنا لانه نحنا شو ركاءك اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هاي طريقتي لحتى أخرب أرس ابن أختي يا حبيبتي الحلوة رح أفهمك كل شي لا تستعجلي أنا رح أقلك شو خطتي حلو بهات ايه هو شو ما بدك تعرفي الخطة شو يا حلو اه 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 اسفة لأنهم كل اللي تحت بدهم تنزلوا لتروسوا معهم طيب ماشي ان احنا جايين روحي بس عملي متل ما قلتلك بالضبط قولت كتري أسئلي بنوب عملي اللي قلتلك عليه بابتسامي على وشك تفهمتي؟ إذا الخطة نجحت باكدلك أنه عرس شوريا رح ينلغى وما حدا رح يشك فينا اه شو عم تعمل هون؟ سبانيلا؟ جايين؟ شو عم يصير؟ ليش ما نكونوا مقدمين لون شي؟ معقول ما ضيفتوهم؟ شوف بالنسبة قلنا ما منحبنا تضيف أي شيء بس منحبنا تضيف مايو ها؟ هاي كاسة عصير كتير طيبة دقوة ها؟ كاسة شو قال؟ كاسة عصير شكراً كتير إليك هالي تركني أنا أهتم فيهم بنفسي انت ليش عم تحكي معي وكأنني حطت شي شغلي بكاسة العصير طبعاً ونوئتلون؟ هدول قريبيني كمان صح؟ مو مشكلة ليه؟ الشباب صلوا زمان عم يرقصوا وأكيد بيكونوا مفكرين ختايرة خلونا نفرجيهم شو فينا نعمل يلا يلا خلونا نروح يلا خليكن قاعدين انتو شو عم تساوي؟ يلا قوموا ليش قاعدين شو المشكلة؟ ها؟ قوموا على الرأسة يلا فرجونا شوية حركات وفرجوهم شو منقدر نعمل يلا جيفان؟ خلينا نقوم نرقص أكيد عملوا اللي بتحبوه يلا بابا بابا؟ يلا قوموا نرقص ليش قاعدين بيشو عم تتناقشوا هلا؟ تعرف هادا اللي كنت عم قللهم يامني شوي بس شكلهم كبروا بالعمر لا أبي هادول ما بيقدروا ما ننخرج هاي الأصاص بابا؟ الواحد لازم يكون مرح لا يعمل هالشغلات وهن ينمانوا المتلاق شو؟ بابا وعمي مرحين كتير انت لسه ما بتعرف ولا فهمت؟ ايه؟ قوموا رقصوا فرجوهم شو عنكون يلا بابا يلا طوار أجع يلا طوارد يلا طوارد يلا طوارد أعنم الأصواص يلا طوارد يلا طوارد يلا طوارد يلا عطيني يا حاتوا لهو مرحبا، كيفكم؟ أنا يمكن أن أكون خالك يا أولاد، بس ما أنا ختيار بس أنا لساتني شب، صح؟ الشباب رأسه بما في الكفاية، هلأ صار وقت لكبار ليولعوا سحة الرأس كلها استعدوا جميعاً لتستابلوا سيد شيفان شارما شيفان رح يفرشينا شوية حركات رح تشوفوا هده شيفان نشيط شيفان رح يكسرق علبة الرأس و رح يروحوا سبيطاني أكتير مذهش خلو كتير، لو سمحت جيفان تعال، يلا بلش بس حفوان، شوان وزحاد؟ شلون بدك ترقصني هالشغل الغريب هاي؟ بسيطة لا تخاف، أنا رح أكون جنباً ها تخاف؟ بس ما بتعتقد أنه صعب كتير حافظ على توازني فوقه هل تشوف ما تقول، سمعت بنت أخوك على المحك؟ ما أنا جبتك لهل لحط أترقص، يلا زفونه زفا كبيري لشوفك يلا، 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 حتى أنا رح أرقص يلا، يلا، زفا كبيري يلا، 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 يلا يا جماعة نحن زح يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة تصوص على الشيء أخي هل تسمع لي؟ شوفي داعي لتعمل هاي الحركات شوف شو ياللي صار فيك قلت لك لا تعملها بس بتحب تخجل حالك على طول أحياناً امتت ولداً وأحياناً مرت عمي عمي كتير موجو وأنت عم تحاكي بي هالطريقة يلا بسيطة بابا يلا قوم قوم خلينا نرأس مرتاني يلا يلا قوم يا بطل يا أخ دارك تنامي وجداني بظن أنه في شي بكسر يمكن انكسر حاضي ها بس ما يكون صحيح ما أفتر لك جيفان حاولت قوم أخي ما فيتشيء يا جماعة يا جماعة بعده شوية شبه وكمان ما حدا يلمسوك ما فيني ما فيني أنا اتصلت بالإسعاف يا جماعة كانت صدقيني أنا ما بعرف شلو نصار معي هيك يا جماعة يا جماعة ما تقدر تبرم بسرعة ما قدر تعرف أوه 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 أعني عملنا شي بها الجهاز آه سكيطي شويت لانا شو هالحكي هاود الرجال متقزي وأنتو بشو عما تحكوا لازم تأخدوه على المستشفى فورا نجيبو النقالي يلا لآ آي خاص rainforest peoplesA مع الما أشفاء بسرعة تحمل شوي معلش يلا أماما شوي أماما أماما أفرا جيب السيارة بترجاكم فوتوا لجوا نحن رح نهتم بعمي لو سمحتوا أهو تعالي وانتو روحوا كمان انتهى العرض انتو شو ناطرين لسه الزلة متأزة ولسه بدكن ترقصوا يعني يلا روحوا عبيوتكن يلا روحوا من هون وانتو كمان فوتوا لجوا وارتاحوا رجاءا فضلوا بما انو جيفان انصاب إصابي خطيرة فعرس شوريا ما رح يصير أبدا خابت توقعاتي وراح هيتعليك هاي الغنية من الف وتسعمية واربعة وستين سانجاي هاي دكتور طمني عنه شو الوضع؟ إصابته كبيرة شوي هو وقع على ظهره وسبب هذا الشيء كسر وركه المفروض يرتاح لفترة لهيك رح نحتاج كرسي متحرك بس لازم يضل حدا يدير باله عليه شو الحال هي؟ أه أولا إمتى بدل هون دكتور؟ للصبح مرتع أمي إيهدي شوي تولي بالك أنا ما عم نفهم ليش بتظل تصير معنا شغلات ممنيعة في عندي فكرة لو أتي تعافى جيفان تماماً ويقدر يقوم من جديد نحن لازم نأجل كل المناسبات وكل الاحتفالات كمان وهلأ ميهك وشوريا لازم يأجلوا عرساً شوي لحظة لو سمحتوا أنا بظن أنه نحن ما لازم ناخد أي قرار مستعجل بس ليطلع عمي من المستشفى ونتطمن وقت فينا نقرر خالتي لا تخافي أنا موجود معكم وكل شي رح ينحل أنا رح خليه يتعالج عند أحسن وأهم الأطباء وأتأكد أنه يتعافى تماماً بوعدك به الشيء وهلأ رجاءً روحوا عالبيت أنا وميهك رح نظل جنب عمي للصبح لو سمحتوا إسلام خيفي موجود 베فع هلأ أنت هيك دائماً دمعتك حاضرة بكل مناسبة؟ يعني بس بدك سبب لحتى تبكي مو أكتر صح؟ بتحبي لفت الأنظار مو هي؟ بتذكر قلتلك قبل حفلة الحنة أنه أنا كنت حاسة بالخوف كتير وما بعرف إذا انتبهت مو بس بحفلة العرس بكل مناسبة بتخصنا نحن عم تصير شي سيئ كتير كل شي صار له هلأ بكفة ووقت عمي اليوم بكفة تاني رؤي ما هيك هو مجرد حادث صغير ما في شي أنا اتضايقت لما شفت عمي بهالحالة هاي بس هلأ كتير منيح أنه هو ما في شي لا تخافي ولا تفكري بهالأفكار السيئة هاي أهلين أستاذ حاضر ماشي رح أبعت لك الرد فورا أنا أسفى على التأخير أستاذ خير شو اللي دايقك هلأ أنا كان لازم جهز المسودة لقائمة الأكل وأبعت له ياه وضروري بس أنا ما بعرف كيف بدي أبعثه بهذا الوقت من موبايلك بسيطة كتير الانترنت مو شغال على موبايلي ايخدي موبايلي لا تخافي ما رح أسرعه فيك تحس في القائمة بعد ما تبعتيه موافقة؟ شكرا يسلم ليه كؤجا؟ هلا بسيطة بدون وقت بتتصرف هيك بها العمر رح يصير فيك هيك انت ما ظل عندك عائل يعني؟ كانت رجاءً حاجة دايقية بقى يعني جيفان ما كان بعرف نو رح يصير هيك وإلا ما كان رأس لا تقل لي شو لازم أعمل مفهوم؟ انتو ما ملمي هيك مو هيك؟ انتو هداك اليوم غبتو عن الوعي والتغى الهرس ومبارح انت وقعت وقت كنت عم ترأس وتأزيت وكمان تأجن الهرس ما أبدنا مشاكل بنوب بتمنى تنضجوا شوي مرت عمي بترجاكي؟ مو بيصير تحكي هيك تعرفي بنتي؟ انت الوحيدة اللي فهمت وضعي صار وقت الراحة هلأ صار الوقت ترى هلأ صرت مرتاح عن جد مبسط اني شفتك بخير صح؟ انت مرتاح؟ انا قصدي الكرسي لازم يكون مريح ايه صح انا جايب لكم لضيافي معي يلا تفضلوا شكراً كتير كانت صعبة ليلة مبالح بالنسبة إلي يلا قليلون قليلون كيف كان الكلاء الآن ببيتنا والعرس تأجن هلأ ما حظه بيعرف ايه ما ترح يصير العرس بالوقت اللي كان متحدد فيه يعني بنفس الزمان وبنفس المكان شي كتير حلو انك اجيت لهون من الصبح بكير بس انت شو عم تساوي هون مع مرتك؟ نحن اجينا حتى نتمنى الصحة مشان نجي فان الصراحة وجبنا له ضيافي كول يلا طيبين دو ما عم صدق انك بتتمنى الخير لحدا سمعتو؟ هو حدا كتير ظريف عن جد هلأ العرس تأجن لبعدين بس رح اضر زورك جي فان شكراً ما في داعي لهذا الشي ابن اختك رح يهتم بكل الأمور وبعدين العرس ما تأجل أبداً لأنه رح يصير بالوقت اللي تحدد فيه بتمنى يصير هاد الشي شوريا بس انت شايف كيف حالته وكيف بده مساعدة لحتى يتحرك وأنا لازم ضل جنبه طول الوقت لهيك خالتي أنا بأكد لك أنه انت ما في داعي تضلي جنبه طوال الوقت انت بس وسقي فيني انتو الاثنين رح تقدروا تحضروا العرس تبعنا أنا عملت شوية تحضيرات وهذا الشي رح يخلي الموضوع يصير أسهل علينا كل آياتنا في عالم جايين ورح يكونوا موجودين مع عمي هلأ ساعدتموني لو سمحتم؟ تعالوا إلى هنا تفضلوا خالتي هدول الصبيتين هنن ممرضات محترفات وكتير مهمين بمهمتهم هنن مدربين كتير منيح ومختصين بمواضيع مثل هالمواضيع هاي هنن رح يطبخولوا ورح يهتموا فيه كتير منيح ويساعدوا بكل شيء كل شيء هو محتاجه بيساعدوا فيه اطمأني سيدتي زوجك من هذه اللحظة سيكون مسؤوليتنا لا تخافوا سوف يتحسن مرحبا جيفان أهلا وسهلا وأنا كما نظري عمي وشعني كتير يوميت أنا وعد بس أحسنت علي خذوا هذا الكرسي إلى الداخل خالتي أنت بتوسقي فيني ولا لا؟ ليك يصدقيني هدول التنتين رح يهتموا فيه كتير منيح وكمان فيه شغلي كل المراسم رح تصير تماما متل ما نحنا خططنا له أنا بوعدك وهلأ كل شيء نحل لهيك أنا بدي استأذم منكم هلأ مشان روح حضر للحفلة تفقنا؟ حفلة اليوم رح تكون مميزة يلا منلتقي لمسالة كم نسيت لكم شغلي ثيابكم رح توصلكم له لهيك بتمنى تكونوا المسا جاهزين كيف؟ انت رح تبعتلنا تياب شيء حلو شكله العرس رح يكون حلو مليان بالمفاجآت عارض حلو مليان بالمفاجآت مليان بالمفاجآت ألا دينة ما هي وعدك إلي؟ أي وعد؟ إنك تقولي بحبك بدك توفي في بهاي الليلة أنا ناطر المسى بفارغ الصبر الليلة ما في أي حدا فينا رح يقدر ينساه سلام شبك؟ ليش شكلك مزعوج هيك؟ لازم أعترف شور يا ابن إختك؟ صاير أزكى منك بكتير شو رأيك أنت؟ تعرف بدي يقلك شغلة إنه كتير سهل إنك تتباها بحالك من جو السجن بس أخيراً أنت نحطيت عند حدك أكيد العالم الفاشلين مثلك ما عندن أي حق إنه نهينوني تعاملت مع ناس كتار وازكة منه ليك لأقلك روح افتاح مكتبة بأغاني بوليوود أكيد رحت ساعتك إي؟ الناس اللي ما بيقدروا يعملوا أي شي مفيد بالحياة ما بظن إنه لازم يعطوا مواعز لحدا غيرهم فهمتي؟ سماع بدي هالقصة تخلص بقى سمت؟ وما بدي ولا أي خطأ وإلا بتعرف شو رح يصير فيك وهذه من الأستاذ شوريا مرد أمي أمي ما هك مهاج Noel جتي شبكي شوريا Щوريا بعث هدايا اللي نكلنا تفضل حطوا له الأستاذ شوريا بعات هدايا لكم الشي حلو بعاتلي إلي كمان هدية حلوة سوف أساعده كي يجهز نفسه أعطني هذا ومن الأفضل أن لا تتدخلي كانت ستفعل كل ما يلزم مفهوم؟ أيتها الجميلة لو تتأكدين من نبض قلبي لأنني أشعر أنه ينبض بسرعة من لما شوريا جابها البنتين لعنا الرجال صاروا يتصرفوا بشكل غريب معقول؟ وأنتم ليش هيكم تتطلعوا علي أنا شو عملت؟ سمعتم شو حكيت؟ أنا رح خلي عقلي كي طير بها الليلة هاي انطريني يا مدام كنة يا ترى هو شو رح يعمل كمان اليوم؟ يا أهلا وسهلا اتفضلوا كلكم شكرا بسيطة بسيطة نحنا كلنا منشبه بعض كلنا مشتريين من نفس المحل انتي بتعرفي كيف شوريا ما بيرد على حدا أنا حاولت قد ما فيني فهمه بس صدقيني يا كانتا كلكم طالعيه كتير حلوين اتفضلوا لجوء يلا لو سمحت انتبه طمني كيف صرت؟ ممتاز مرحبا اهلا تفضلوا مرحبا يلا ما هيك تعال تحيات مرحبا أهلا وسهلا شكرا 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 مرحبا شكرا مرحبا قصر مرحبا مرحبا يلا شيء مرحبا كفرحا مرحبا سنعطلوا شكرا شكرا قتلا أكيد ما أنا مصدقنا و رحت عتبره و عدتكم بكثير و باركل عليها شور يا أبي ما رحي لأي مكتبه عجب ما رحي لأي مصدقنا أنا مصدقك كثير يا حبيبتي أبي أشتغالي حلو شكراً كثير متعبين حالكم بتغيتي و عدتكم بجهزات رحنا الرأس كتلو على زوق شعور زوق حالكم زوقين مصدقنا لازم تعمليها و عدتك بس كرمان يرطيها لعين وهي بتستاهل طبعاً شعوريا صار بيعرفك أكتر من أي حدا هو وأتعرف إنك بتحبي اللي حكايات الخيالية هو أعملك هذا العالم إليك انت كمان خلانا ننبس عدولي تيام وتعب كثير بالشغل مشان يحسسك إنك مميزة كمان هيا لا تبصوصين كثير اليوم يا إلي مبين إنو السيد جيفان مبسوط وبوقت وأكيد الفضل الشورياء اللي عملو طفلتي كهرباء شو صار شو صار شو القصة شو صار مساء الخير ما بعرف هلأ بنعرف حلم طفلي لإنساني مميزة على وشهك إنه يصير حقيقة يا ترى مين بتكون وشو هو اسوه مهيك شارما من طول عمرك بتحلمي بعالم الكارتون والخيال واليوم أنا عملتلك هذا العالم من شانك مهيك شارما تسمحي لي كون جزء من عالمك هات او شو ا hypocrمزي روية مهيك شاهرbuds روية شكرا يا حبيباتي ما أحمر تعالهم بطيرها لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها